قررت مدينة جينا في شرق ألمانيا إلزام الناس بارتداء الكمامات أثناء التسوق أو استخدام المواصلة العامة في إطار تكتيف الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا وأصبحت بذلك أول مدينة ألمانيا تتخذ هذه الخطوة وعلى مدى الأسبوعين الماضيين أغلقت ولايات في مختلف أرجاء ألمانيا المدارس والمطاعم والحنات وحضرت التجمعات العامة في إطار إجراءات التعامل مع التفشي لكن أعداد حالات الإصابة والوفاة ما زالت ترتفع بسرعة وقررت جينا التي سجلت 119 حالة إصابة بفيروس كورونا تباع خط النمس التي قالت إنها تلزم المتسوقين بارتداء كمامات في المتاجر ولكن نظر لنقص الكمامات قالت المدينة إنه سيكون من المقبول كذلك ربط أوشحة تغطي الفم والأنف